السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتي على اليوتيوب يوميات كريمة كريمة النهاردة إن شاء الله عملكم المساقعة بالطريقة الأصلية القديمة بتاعتها كنا بنعملها زي ما طريقة أمهاتنا وأجدادنا من غير أي لحيم وأي بروتين ولا أي لحمة مفرومة أكلة سهلة خالص وبسيطة أو سريعة مقوناتها موجودة في كل بيت ومش مكلفة المقونات عندي حباتين فلفل ثلاث حبات بزنجان متبسط الحجم مخصولين كويس ثم أفروم حوالي بزنجان كبيرة متقطعة بالشكل دي أربع حبات طماطم متقطعين مقعبات صغيرة خالص أنا همسك البزنجان أقطع في البداول حاجة أقطع جزء من قدام بعد كده أقسم نصين والنص برضو أقسم نصين بص أنا ما قشرتوش البزنجان مش بقش إنه فايدته كلها في الجشرة بتاعته وهقطع مقعبات المقعبات دي كويسة خالص اللي بتخليه متمسك مش يبيتهري منك ولما تجي الحق في الصلصة وكما مش يبيشرب زيت وتخلي بجيه الطعم الخرافة لسه متمسك الطعمه والقشرة فيها طبعا كل الفايدة اللي فيها عشان كده ما تتقشرهاش خالص اغسطوها كويس واحتفظوا بالقشرة بتاعتها أقطعت كل البزنجان عندي جيبت مصفحة أقط فيها البزنجان بدل باقي أرش عليها ملح وقلب فيها وحق عليها ملح تاني واركينها على جانب ربع ساعة ورطول ما أنا راحها وجاها قال لي فيها شا تنزل كل الماء اللي فيها بعد كده هقطع الفلفل الفلفل عندها هقطع مربعات غاب سطلع القشر منه قضي البزر منه مسك الفلفل التانية وقضيحهم مربعات بالشكل دي خلاص بقول دلوقت الف الفزيت على النار هقليهم كل هقل الفلفل والبزنجان والبطاطس اهو قليته كله عندي بصوا هادي الفلفل والبطاطس والبازنجان كله ديجلة بس خلي في بالك اني اساسا البازنجان ديجلة بملح عشان كده ما تكترش الملح بعد كده افتقص على نرفع حبة زيت وقليلين حط عليهم التومة واجلبهم واستانا هي دوب تتبل دبلانة بس الحط الصنانة ما تطلع منها مش هحمر هي دوب تتبل بس هي دي الدبلانة انا عايزت اكو حق التوابل عليها كامون وفلفل اسود وبابريكا وملح زي ما قلت ما كترش الملح عشان البازنجان كان فيه ملح واستانا اول ما رحتي التوابل تطلع منها بتكون احلى احط ملعقة كبيرة خال الخال اللي بيديه تستحلوا خالص هاقلبهم مع بعضيهم دلوقت احط الطماطم اللي بتقطع مقاعبات صغيرة دولاربع حبات طماطم وغط عليهم واستاناهم لحد ما يسبكوا وغط عليهم مش يسبكوا جامد يا دوب على كده الطماطم ما تتبل او ايه تستوي سوي بسيط اهو ده اللي سوال انا عايزت احط عليها البطاطس واسيبها تغلي زي دقيقة خال يعني دقيقة بس مع الصلصة لان الطماطم ناشفة فعايزين احنا توب بطارية زي البازنجان والفلفل فعشان كده هاسيبها تغلي زي دقيقة وبرضها هكون مغطية عليها وغط عليها واسيبها تستوي خلاص الان البطاطس هنا عند استويت اخذ الدقيقة على النار احط الوقت الفلفل ده كل بوعفك لسه نرشق غالا واحط البازنجان واقلبهم تقلبه بسيط واسيبهم يغلو زي غلوتين ثلاثة كده عشان البازنجان يتشرب من الصلصة ما تخافوش على فكرة اهو غالا زي غلوتين ثلاثة البازنجان مش هتهري مني يقلب زي دقيقة مقاعبات والجلدة قاعدة فيها يحتفظ بنفسه اهو خلاص قدمته الفهنا وشيفة بجد اكلة بسيطة خالص وسريعة وحلوة ضعمها خرافي وخفيفة على الآخم غير اي لحم ولا اي بروتين